الانترفيو مع زينا تحياتي لكم مرحبا هذا وقيت الانترفيو ضيفي النشطة السياسية أحمد شفتر تحياتي سي شفتر مرحبا بك على شمس فرم مرحبا شكرا على الاستضافة وتحية إلى كل متابعي إذا عدت شمس فرم وشكرا لك على قبول الدعوة سي شفتر نبدأ معاك من انتهى رئيس الجمهورية بعدة تصريحات تحدثا عن جماعيات مشبوهة مرسوم المصادرة ولكن زوز نقاط في كلام رئيس الجمهورية أثرت عدة نقاط استفهيم وفمشكون أفهمها على طريقته الرئيس قال صواريخ ما زالت على منصات الأطلاق تكفي إشارة واحدة لنطلق الصواريخ هذه والنقطة ثانية هي حديثه عن تطهير القضاء طهرنا القضاء ومستعدين إعادة تطهير هذا تهديدات مباشرة ربما من الرئيس للقضاء أم تعتبرها التحذير الأخير هو مسار 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 ثوري يحمل عنوان نحن نعيش مرحلة تحرر وطني وأنا أتصور هذا العنوان هو الفيصل في التموقع الآن والمواقف في اللحظة هذه رأيك حينما نتحدث على مرحلة تحرر وطني نحن في شبه ثورة منها مد لكن بطريقة متواصلة بحيث أنه الاستفاف 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 يتم على قاعدتي إلى أي مدى غيرنا منظومة الحكم ومنظومة الثورة الثروة عفوا إلى أي مدى غيرنا منظومة الحكم ومنظومة الثروة بما معناه الخيارات اللي مشيت فيها الاستشارة الوطنية واللي مشينا في خطوات كبرى على الأقل فتنا ثلاثين في عملية بناء منظومة الحكم بعد أن وقع استشارة الشعب على دستورهم ثم بناء الغرفة الأولى من البرلمان نحن من هنا إلى ديسمبر بحول الله سنبني الغرفة الثانية هذا جزء من الوظيفة التشريعية تغيرت مقاربة القضاء بما معناه المجلس الأعلى للقضاء أصبح يتشكل بمعايير موضوعية هناك أيضا وظيفة تنفيذية لا بد أن تتغير وفق التحولات لكن في الأثناء حينما نتحدث على مرحلة التحرر الوطني من ماذا نحن سنتحرر نحن سنتحرر أي أبناء الشعب التونسي من كل مصادر الفساد اللي عاشتها البلاد أنت تقول نحن في ثورة جديدة ثورة جديدة تحسبها من 25 جولي 2021 انطلقت بوادرها أم اليوم نحن أصبحنا في ثورة جديدة بما أنه تقول حزب الإدارة ما زال مستشري في البلاد أنا في تقديري 25 جولي هو أحد المحطات في مسار ثوري انطلق ذات 17 ديسمبر 2010 لأن طبيعة الثورات الآن ما بعد ما أفرزت العولة من النتائج فإنه سيأخذ شكلا جديدا ولعل التونسي كانوا المبادرين في خلق هذه الطبيعة الجديدة من الثورات باعتماد الشرعية بمعنى تغيرت الأشكال نحن في 2019 وقت لتقدم الأستاذ الرئيس الأستاذ للانتخابات براتيكمو فما ثلاثة ملايين مواطن تونسي مشاو انتخبوا الشخصات اللي ما كانش منها معروف سياسي وما كانش في أذهان الناس كونه كان ناشط سياسي ولا وراه حزب ولا وراه جمعية بطريقة معينة كان وراه ما زال يتقال عليه برشكله لكن وجوده هو ترشح هو في 2019 سابقه عمل كثير أو عمل كبير لمحطات لمدة سنوات واللي هو محاولة ترجمة العنوين العامة أو السقف السياسي اللي وضعته ثورة أبناء الشعب لذاتها بما معناه الشعب تونسي تلب بزوز استحقاقات أساسية حقه في السلطة أي في القرار وحقه في الثروة هو ضم زوز العنوين اللي كثفها شعار شغل حرية كرامة وطنية ثم لخوف لراعب السلطة في الشعب أو الشعب يريد إسقاط النظام من 17 ديسمبر 2010 عشنا مجموعة من المراكمات لكن من المراكمات النظالات الشعبية إلى حد وأنه قرر الأستاذ الرئيس أن يدخل الانتخابات الرئاسية لكن الانتخابات الرئاسية فحسب وليس الانتخابات التشريعية وبذلك دخل داخل المنظومة كانت على عطقه مجموعة من المهام من أجل ترجمة ما أراده التونسي واللي هو إسانسيالما الشعب هو من يريده والشعب هو من يقرر هزوز استحقاقات هذو ممشينا خطوات الآن مهمة ومهمة جدا في إعادة بناء منظومة الحكم التي كانت تساغ داخل الصالونات ومن داخل الأجسام الوسيطة اللي في حد ذاتها كانت تشتغل لأجندات وأقصد هنا بالتحديد كل الأحزاب الرجعية والأحزاب اللي الآن تمثل جيوب الردة إلى الوراء وخصوصا الأحزاب الليبرالية المتوحشة لكن على الورد الثاني كان الاستحقاق لابد أن يكون استحقاق الشيماعي بما معناه أي منظومة جديدة لطريقة التصرف في الثروة نحن نعيش بهذه المحطات إذن نحن نعيش مسارا ثوريا تترجم في مجموعة من الحلقات بدأ يوم 17 ديسمبر ومرة بمجموعة من المحطات سينتهي في تقديري سينتهي في بناء منظومة الحكم الجديدة بعد 24 ديسمبر حينما يقع بناء الغرفة الثانية للبرلمان أي غرفة التنمية وغرفة الجهات والأقليم في هذا الإطار هناك عنوين أخرى أيضا طلب بها الشعب التونسي وهي مقاومة الفاسات ولعلنا الآن أمام هذه الوضعية بما معناه بما معناه لا بد من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب لا بد من محاسبة كل من نهب ثروات البلاد لكن دائما باعتماد حلول سلمية يا أخي هو الصلح الجزائي في نهاية المطاف عنوانه إيجاو يا ناس يلي سرقته أموال الشعب يلي ارهبت له ثرواته تعالوا هاي مجموعة من القوانين التي تنظم دون تشفي ودون أخذ بالفأر نحن ما نريد دائما تغييرات سلمية باعتماد الشرعية هل المشكل ربما بين المشكل في اللجنة وفي التركيبة وفي المراسيم شوف كل الأطر الآن كل الأطر من حولها كل الأطر من حولها حديث لأن هذه أشكال جديدة أشكال ثورية جديدة أشكال تنظم جديدة هذا عمل ثوري والأهالي سيرورة ثورية لا يقف وراءها بالمنطق الكلاسيكي حزبا أو جبهة تقف وراءها أساسا أبناء محليات وأبناء جهات أو أبناء الشعبي عموما نحن لسنا أمام وضعية حزب تشكل أو جبهة سياسية تشكلت ولها برنامج واضح بقدر ما قلنا عملية بناء البرنامج أو عملية التموقع الداخل للقرار ستنظمها قوانين تنظم مؤسسات الدولة أو تنظم منظومة الحكم بحيث وأنه اليوم البرنامج التنمى والبرنامج الاقتصادي لا بد أن يبنى من خلال مداولات مواطنية تفتح أمام كل الإمكانيات وتفتح أمام كل التقاتل الموجودة من أبناء الشعب بمختلف انتماءات ميديولوجية وبمختلف حتى تنظيماتهم السياسية والنقبية وجمعاتهم لكن في إطار مداولات في داخل المحليات من أجل بناء البرنامج التنمى انطلاقا من القاعدة لكن هذا بالضرورة لا بد أن يسبقه استحقاق سياسي ألا هو ألا وهو هيكلة منظومة الحكم أيضا من انطلاقا من البناء القاعدة فالأثناء نحن تعترض لهذا المسار الثوري مجموعة من جيوب الردة نعرف بمليح مندسة في داخل الإدارات وتسعى ما استطاعت أن تعطي لهذا المسار أيضا مع ذلك هناك جيوب أو جوقات إعلامية تشتغل على أساسي أو محاولة لتهميش هذا المسار جيناها الجوقات الإعلامية التي تشتغل قالت دايق سيدة وزيرة العدل في البرلمان تهمت أطراف في الأعلام قالت فما شكون يبيض في الأعلام في علاقة طبعا بقضية التأمر وانتي تقول فما جوقات لإحباط المسار معلها المشكلة هنا في قطاع الإعلام ليس في قطاع الإعلامي فقط هناك رجال أعمال فاسدين وهم الآن يديرون عملية الاحتكار وهم الذين يقودون عمليات التهريب وانا اعطيت إحصائيات فيما سبق قلنا راه ثم مجموعة من المليارديات في تونس خمسة وعشرين الأوائل يملكون المليارات الأوائل في تونس هم جموعة مهاربين هؤلاء من يشرفون وينظمون عمليات التهريب كيفاش وصلت لها النتيجة هذه نتيجة هذه دراسة قدمتها مدرسة أمريكانية ومدرسة ماليزية في تحديد عدد الأثرياء في تونس أثرياء ما بعد الثورة أثرياء ما بعد الثورة ما بعد ألفين وحدش في ألفين وحدش تونس في داخلها مجموعة من الأثرياء وهي الأولى على المستوى شمال إفريقيا على مستوى عدد الأثرياء وهي السابعة إفريقيا وهي البلد في ترتيب الخمسة وعشرين في تبيض الأموال نحن نعي جيدا والشعب يعي جيدا أن هناك سقور متع تهريب ومتع إدارة المال الفاسد موجودة في تونس والتي هي تشرف على تهريب المخدرات وتهريب في بعض الأحيان حتى الأسلحة وتهريب المواد الغذائية هذه حقيقة موضعية موجودة وبنها الشعب التونسي يعرفون هذا جيدا جيدا وفقط هالمال الفاسد هالمال الفاسد يمتلك لذاته بيادقة بصريح العبارة أقولها بيادقة في العمل السياسي وخصوصا في مجموعة من الأحزاب التي اشتغلت على أجندات هؤلاء والتي شرعت أو رسمت القوانين العامة التي يحتمي بها تحتمي بها إلى حد نهاية المافيات وهناك جوقات إعلامية والننظر في تمويل هذه المؤسسات أنتما هاكم من الأملاك المصادرة ما نهى كيف يقول فهم لا يجيكم شو المال الفاسد في لحظة لكن هناك غيرك هناك غيركم هناك لا يجينا أملاك الفاسد ولا مال ولا مال لأنا كن من الأملاك الأموال المصادرة أنت كنتوا أحدى ضحايا صوت تصرف والفساد في الأملاك المصادرة والفنية المطاف ترجع للشعب التونسي قلنا هالجوقات هذه موجودة ونتابع ونتابع طريق التمويل المؤسسات هذه مش ونتابع فقط وشوفوا حتى الوجوه وشوفوا حتى الوجوه اللي يدوروا من مكان للمكان والمنشتين هم نفس براتيكمو الأسماء ولا يتجاوز عددهم بعض العشرات ولا هم المقدرة المقدرة على الاستفاف وفق الخطوط التحريرية اللي موجودة في داخل المؤسسات وهذا القاسر يجب أن نفسرها النقطة هذه مش النفاة مكويفة مكسر المستمعين تقول نفس الوجوه ما يعنيه نفس الوجوه اللي تلقام في اللي ذاع تلقام هم نفس الوجوه أنا لم أرى وجوه جديدة في الاعلام نعم نعم الوجوه المهيمة في داخل الاعلام هي نفسها اللي يدور من تلفزة للتلفزة والدور من بلاتو للبلاتو بررنتو نعم مرة من الاحصايات نحطوا الاسم واللقب ونشوفوا كل واحد التراجيكتوار اللي يعملوا هؤلاء هؤلاء الان أصبحوا أكثر شراسة ولأن وكأن لهم أمل في إمكانية عودة التاريخ إلى الوراء وأقولها وكما قالها أحد أهم الفلاسفة أن التاريخ لن يعود وإن عاد فلن يعود إلا في شكل مهزل وضم لهم أمل لهم أمل أن يقودوا عملية التشكيك وعملية الترذيل للمشهد والقصف اليوم المباشر والتطاول على مؤسسات الدولة لهم أمل أن تخلق فوضى من أجل أن يعاد ترتيب المنظومات أو أن تعاد بناء المنظومة القديمة كما كانت عليه أقوله هو بسريحة العبارة هدايا مسألة قد حسمت وكما قالها الأستاذ الرئيس لا رجوع إلى الوراء هؤلاء هذه الثلاثيات اللي حكينا لهم رأس مال فاسد ورجال أعمال فاسدين يشتغلون بأجندات عن طريق أحزاب سياسية تسعى ليلا ونهارا ونعلم جيدا أنهم الآن انتقلوا حتى للعمل السري وحلقات في داخل مجموعة من الغابات ومجموعة من المنازل معية مجموعة من الجوقات الإعلامية التي تسعى ما استطاعت أن تقصف هذا المسار هذه مجموعة من التشكولات كان لابد من مقاومتها أضف إلى ذلك أننا ما ورثناه نحن نحكيه التوانسة من مؤسسات وجدناها في وضع مهترق ومهترق جدا وجدنا فأض كبير من اليد العاملة أو من العمل في داخل الموظفين في داخل الدولة وهو سيتفيري كانوا جزء كبير منهم داخل فيطار صفقات وداخل بشايد مزورة يعني أن هناك حالة من الفساد اللي مست كل المؤسسات الدولة وبدون إستثناء نحن نعيج جيدا أن الوضع التربوي الآن هزيل ووضع النقل هزيل أيضا ويعاني من كله والوضع الصحي وكل مؤسسات الدولة هي ممسوسة النقل وغير هذه زيارات قام بها رئيس الجمهورية بش نجو عليها سيدة أحمد نستسمحك ونستسمح سيدة المستمعين ونفاصل بتقريبا 15 ثانية ورجعي تحية ليكم مزلت مواصلة في حواري مع سيدة أحمد شافتر في الانتربيو سيدة أحمد كنا نحكيه على الثلاثيات متاع الفساد وغيره ولكن أشرت أنت في حديثك إلى زيارة رئيس الجمهورية في علاقة بالنقل وكان عنده الحقيقة موقف واضح كان غاضب حتى في حديثه مع وزير النقل كان يواجه في له معتب مباشر بالضبط هذا مربط الفرس أوتر موندين نحن في مسار ثوري أكيد ولنا ثلاثة وظائف نظمها الدستور هناك وظيفة القضاء بما تحتويه وقع تغيير في المقاربة المعتمدة في عمليتي بناء مجلس الأعلى للقضاء وهناك وظيفة التشريع أنجزنا جزءا منها وإن شاء الله في ديسمبر يتم إنجاز الجزء الثاني أي زوز غرف غرفة التشريعات وغرفة الجهات والأقلي هناك وظيفة ثالثة اسمها الوظيفة التنفيذية ترأسها رئيس الجمهورية وأنا نقول هذه اللي تمر بوضع السثنية أنا كم تمنيت أن أرى ما يقوم به الأستاذ في الزيارات التي اللي يعمل فيها الآن في نابل حول النقل وفي باب سعدون يعني في هالعناوين اللي ديجا ديجا منذ البداية كان أحد أهم ركائز برنامج الأستاذ الرئيس أنه رؤيته للتعليم والصحة والنقل يقول هضوما حقوق طبيعية للناس كم تمنيت أن أرى المسؤولين الموجودين الآن في داخل الوزارات يمشيوا يقوموا بمهامهم ما نفهمش عليش ما نفهمش عليش هاك المراكمات متاع المشاكل اللي موجودة تبقى تنتظر مبادرة من الأستاذ بيش يعمل الزيارات ما نقولش الفوجئية ما الزيارات ما الرقبية كان من المفروض على من يؤثث الوظيفة التنفيذية الآن أن يقوم بدوره منصوح أو مطالبين أنهم يخرجوا من برواتهم أنه يمشوا التحموا بالقضايا الحقيقية للناس كل الوزراء والولاة والمعتمدين وأقولوها إلا لهم الناس مش واضحة في رؤيتهم المشروع على ماذا يبنى هذا المشروع مبنى على قاعدة تنفيذ ما يريده الشعب أن نشده برواتنا وأن قضي وقتنا في نميمة وفتق القيل عوض ذلك بروا زوروا الناس بروا التحموا بقضايا الناس ما تحشموش من الناس ليس لكم ما تخسرون أنتم وقع تعيينكم هناك لتكونوا موظفين عند صاحب السيادة اللي هو الشعب التونسي أنا كما أرى رئيس دولة بتلك المبادرة بتلك الحيوية أتمنى أن أرى أيضا من يؤثثون الآن الوظيفة التنفيذية أن يغادروا عقل البيرو قراتيون ويغادروا مكاتبهم ويمشوا يراقبوا يشوفوا الناس وشنوا قاعدة تعاني في المجالات اللي كنا نحكيوا فيها ويقول الرئيس استبدال اسم شركة نقل تونس باغتيال النقل عليش كون غاضب والليوم رئيس الجمهورية وقت مشي مستودع شركة نقل بي 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 بسعدون في الجولة التفاقدية ليه اللي يقول برشة معاناة نسال كبار ما عندهم شي كيفاش يخلطوا يخدموا تليم دا ويعرف المعاناة اتفقنا ولكن شنو المطلوب اليوم من وزارة الملايب في من وزارة النقل عفوا في شركة مؤسسات بي قوسين عندها صعوبات أو فالسة هو رئيسي لهم خالش بكم تقولوا شركات فالسة وملايين الدينارات ومطيش على الكلام لا أليني أليني منا بالعين المجردة الصور بينت بقى أن كن مواطن العادي ما يكتشفهاش خطر موجودة في ديبو تشوفها كيران مكدسة لبعاظها في رأي رأوا الحديد بحسابه الحديد أصلا كيلو الحديد هذه بالنسبة لحاجة اللي ما يمكن معاش تصلح أما ثم إمكانيات إعادة تجديد ذاكي البارك أنا أعطيك مثال أنا استاد فاني زرت كوبا كوبا عاشت حصارا كبير في وقت من الأوقات كيفاش أبدعوا الكوبين ما ثم مشكرها بتتحى تتطيش ما ثم مشكر تتطيش اشتقى إعادة هيكلتها والآن صدقيني أصبح حتى وكأني لوحة كتوفي طرقات كوبا بسيارات عمرها عشرات السنوات لكن زيناها بطريقة معينة وأصبح تشتغل حتى في مجال سياح السائح لزير كوبا لا بد أن يمشي يركب في سيارات هذا نقول إحدى أهم إحدى الأفكار لكني ما نشوفش كميات ستوك منتاع في راي مكدس هذا يعتبرناه غير سالح لإمكانية عملية إعادة تجديده شنوه يستنى المسؤول أو شنوه تستنى الهيئكل في داخل النقل بيش تاخذ القرار عادة شنوه العائق اللي يلقوه كلهم يتخباه وراء التشريعات لا تسمح لنا بذلك ولا بد من بتة عمومية وبره يستنوا وحلوا الانفلوب ومش نعارف الأثناء كيفاش تتغير الانفلوب من داخل ملا قصة أخرى نعرفه جيدا كيف تتم البتات وإن كانت لك وإن كانت لك أو كانت هناك تشريعات تتصادم مع إرادتك أنت يسير الموظف في إمكانيات التغيير عليك أن تقترح لك رئيس حكومة أو لك مسؤول أو أنك في مجالس وزارات تقترح حتى مشاريع قوانين لتغيير الحال لأن الإختباء وراء الترسانة التشريعات القديمة نعلم جيدا أنها تمثل عائقا كبيرا أمام الخيارات التنموية لكن هذا لا يعني أن نكتف الأياد ونبقى نستنى حلا سيأتينا من السماء هون يولي المشكل بالأساس على الناس اللي شدل أو تشرفها بشكل مباشر على الإدارات هذي طبعا على المشكل في الإشرع في سلطة الإشرع بالضبط بالضبط لا بد من النقد ما نقول نحن نحكيه هذه الناس اللي في دخل الوظائف هي ليست خارج النقد ولا هي كلامها أو تصرفاتها منزلة من السماء أكثر من ذلك المقاربة هذي حكيتها لها قبل وبش نعود نحكي لها راهوا كان في تونس جديدة بمنظومة حكم جديدة بمقاربة جديدة في التشريع وبمقاربة جديدة في القضاء فأني لا بد من مقاربة جديدة في التنفيذ أنا لا أستوعب أن يكون في تونس أكثر من منافع حدود 26 وزارة ولا أستوعبوا هذا التقسيم التقسيم كيف يش يقولون فيها الأبراج هو برج الفلاحة هو برج الصناعة هو برج الثقافة بحيث أن في بعض الأحيان أمام مشكالية صغيرة متاع أنك تغيري أنا تغيري سبغة أرض مثلا يجب أن تتعدي بخمسة زرات أكثر وفي عوض الجمعة تعدي خمسة أشرة لا بد من مقاربة وتصور جديد لطريقة بناء الوظيفة التنفيذية لأن الحال كما هو عليه الآن فإنه هذا موضوعياً سيسبب مجموعة من العرقيل أمام المستثمر وأمام إدارة شأن المواطنين اليوم ما نجموش ما نحكوش على المصادر اللي تحدث عليه رئيس الجمهورية وفتح الباب وقائمة كبيرة متاع أسماء ناس ملاحقة اليوم فمش كنت وقف فمش كنت صادرت في بطاقات ولكن أيضاً فما أطرف وأسمامي النوع الثقيل موجودة محل بحث ملف الأملاك المصادرة اللي تبيع بأقل من ثمانه خاصة نحكيه عن العقارات لأن هذا هو المشكلة العقارات والمنقولات اللاتباعة فتحة على مصر عي الملف هذا هل سهل بشي الرجوع اليوم اللي تبيع بأقل من ثمانه سيد أحمد النجم الراجع على الإكرارة باللاتباعة بالرخص كيفيش؟ سهل وإلا صعيب أما حتميت كون ترجع زي ما ترجع ليه ليه ذي موال الشعب التمسي نحن ليس لنا من حل إلا أن نعمل على وذاتين لكن قبله قبل ذلك لا بد من استرجاع هذه الأموال هذه سرقات هذه نهب لثروات أبناء الشعب خلقت آلية والآلية روك وقت تتحده هكم الاربعمائة وستين رجل أعمال اللي تعداوا على أموال الشعب واللي وقع تقييمها ب13500 مليار في 2011 هذه لم يعملها قيس سعيد ولا غير قيس سعيد هذه عملها عب فتاح أنجزها المرحوم عب فتاح عمر قدمها بالأسماء ما هيش جيلة أو ما هيش محينة كمين ها بش نجيوه ها بش نجيوه بعدين ماذا وقع في الأثناء وهذا هو الفساد في نهاية مطاف ولت ملافات متاع بيع وشرا تمشي تحت الطاولة والأهالي الناس اللي تشكاوا ويتبكاوا على أني وقع عيقافهم يتبيك أنت تحلت أمامك 5000 فرصة ولو صلح الجزائي ليها أكثر من 6 شهور من اللي مفتوح اشبيك ممشيتش أنت تطوعا ممشيتش أنت تطوعا أو تلقائين باش تحل مشكلتك الدولة رايميش سيبة ورزق الشعب راوموش سيب في طال الزمان وأمقصر أموال الشعبي لابد أن تعود لأصحابها وفق القوانين العامة اللي تنظم الصلح الجزائي بما معناه أنه أكثرهم سريقة لابد أن يتبنى كيفاش قلو فاة المعتمدية الأكثر فقر يعني المقاربة والعلاقات اللي تحكم القصة هذه لكن هذا حق أبناء الشعب هذوما أموال منهوبة على كل منهب من اللي يزمي رجل ومعنيش برشة خيارات من أجل أن ننقذ ما يمكن أنقاضه في الأزامات اللي تعيش فيها البلاد الجمعية مشبوهة تحدث عليها رئيس الجمهورية من ضمن مجموعة من الجمعيات الجمعية هذه مدام تحدث عليها رئيس الجمهورية أكيد فما التحقيقات منتظرة نسمعوها شنو المغزم من الجمعية وأول مرة يشبت جمعية بعين هنا يقول أقولها وأنا في بعض أحن أسبق الأشياء شوف كل الأجسام الوسيطة في أغلبها سبكينت من أحزاب ولا جمعيات ولا نقابات هالأجسام الوسيطة أحببنا أم كرهنا في داخلها من ذريسة أنا أمس بركة حاضر في القبعة أنا ممشيش لثلاثة خمسة نجوم نمشي لدار الشعبية من القبعة نمشي بضربة نمشي ونمارسوا الشأن العام مع بناء شعبنا ثم أسمعت بمحاضرة جمعوا فهم مجموعة المترشحين مجموعة المترشحين في معتمتية معتمتية ودلي لانتخابات المحلية قالوا ثم جمعية جمعية باش تحكينوا مع العنف قلت بون فوالا مناها ريزون مناها ريزون باش يمشي واحد يشوف مناس كيف يشتددون العنف الانتخابي هو العنف عموما العنف عموما أما ينصيروا في علاقة بالعملية الانتخابية خاطر اللي قاعد دعوتهم بالأساس اللي قاعد دعوتهم بالأساس هم المترشحين لعمليات الانتخابيانية كلمت قلتونهم من حق نجي كمواطن ولا لا قالوا لي تفضل ما يسايلش مشيت مشيت ما يكن نسمع في المداخلة في المداخلة منها أساسة اللي قاعدة تتقدم في نهاية المطاف كل المداخلة مبنية على الفصل 54 يعني في نهاية كان أخذت عنوان آخر تعال نناقش الفصل 54 ما يقلقش أما عوض أن نحكي وعلى الإمكانيات الانتخابات وننوعي والناس ونتداوله مع الناس على أن يكون حوارهم ومدولاتهم موطنية وتكون منها بناءة وتتم أساسا على مشاريع وبرامج يتقدم بها المترشح لعمادته أصبحت المناظرة على المشروع 54 على العمو من حق الناس تناقش كل الأشياء لكن اللحظة غير اللحظة صدقيني طلب التدخل قلت له طلب التدخل منها حوصلته في سؤال واحد قلت له بالله يا سيد من أين يأتيكم التمويل خاطر عمليين في القاعة سربوا حاجات ذنك ثم أبو قال قال لي الاتحاد الأوروبي بالذنك واضح منها الاتحاد الأوروبي يمولوا منها مجموعة من الجمعات أو الجمعية الأغلبية الساحقة مصادر تمويلها نستسمحك سيدة أحمد كنا في نصف نهار تقريبا مضي ساعة غداجين تعادت معنا يا لطيفة حباشي النايبة بالبرلمان السابق والحمد لله من خمسة دقائق تقريبا تم إعلامها برفع تحجير السفر وتسافر وتتعالج إن شاء الله باللطفة عليها الحمد لله فينا الماء نرجع لك سيدة أحمد يعني أنه من يمول رأي المقاربة كما يقال اعتبتهم لاتحاد الأوروبي موضو لاتحاد الأوروبي ولا أمريكا المدارس الاستراتيجية تمويلوا لأجندات لا تمويلوا لسابات أعيوننا على العموم ما نحن معلناش ستأتي الإحصائيات المهمة لا نرجع لا نقول هالأجسام الوسيطة في معظمها قد خرجت على دورها الوطني الممكن يقدر نقول وراءه أكيد التاريخ النضالي للإتحاد العام تنسي للشغل هذا لا يخفى على أحد لكن للأسف الشديد في الأثناء تشكلت شريحة بيرقراطية تحكم الاتحاد وحينما ستفتح الملفات سنجد كثيرا من الامتيازات وقع توزيحها من داخل القيادات النقبية وأكثر منها القيادات النقبية وتشكلها كان يبنى على أساس محاصصات في تمثليات أحزاب أيضا في الأحزاب السياسية تتحدث عن قيادات النقبية في المطلق أو تتحدث عن إتحاد الشغل إتحاد الشغل إتحاد الشغل ينصير بقيادات النقبية في تحاد الشغل نقبية الأخرى صغيرة فهمت شونا تحكي القيادات النقبية في داخل التحال اللي عم تنسلوا الشغل ربطتهم مباشرة بالأحزاب سيدح نحن على مجموعة الوساطات أيضا في داخل الأحزاب السياسية سيتيكم الدليل كان وضم الناس فعلا حينما قامت بعمليات الانتخابية وحينما تهيكلت تهيكلت أساسا بتمويل يأتي من الخارج باش الناس قد تمررهم المشاريع أيضا الجمعيات كانت الأدات القانونية اللي من خلالها يقع ضخ الأموال لصالع الأحزاب لكن عن طريق جمعيات اعتمادا على القانون الذي ينظمه جمعيات هذه تحكي عن جمعيات الخيرية ببيقى التي تجيها أموال على خيتان العناوين تختلف جمعيات أخرى تحمل عنوين الديمقراطية ونشر الديمقراطية وهكذا دوليك أنواحها مختلف جمعيتين القوانين العامة التي تنظم الجمعيات فيها أمكانية خرق للقانون لأن جمعيات هذه تحول أموالها فيما بعدين لتمويل الأحزاب لأنه في قانون الأحزاب لا يسمحوا بتمويل الأحزاب مباشرة يعني الأجسام الوسيطة أراني ما نتهمش النسك كل أراه ثم هناك أحزاب تحمل عنوين ثورية ونظيفها في علاقاتها وهناك أيضا نقابيين إصحاح ومنظمين وهناك بعض من الجمعيات لمبني على أسس على أسس فعلا دور دور اجتماعي لكن الأغلبية الساحقة المهيمنة على المشهد تتمتعوا بهاته الإمتيازات وتشتغلوا للأسف الشديد لحساب أجندات بتاع ما فاسد من الداخل ومن الخارج عديدة وعديدة لا أريد أن أذكر الأسماء هذه لكن أنا متأكد كون هناك بحضر هذه واحدة منهم هذه واحدة منهم أنا ما كان نحب نحكي جمعية ولا منظمة جمعية تمويلها منين من خارج من خارج أيه 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 شو كان أروا كان أروا بالله غيري محبش 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 صير عنتين صير عنتين كان نحكي لك على جمعية في الجنوب الشرقي تشكلت في جنوب الشرقي وبالتحديد في جرجيس تشكلت حول في الوضع اللي عاشدتوا ليبيا وقت قامت تلك المخيمات في داخل الجنوب تأكدي أن هناك أناس من اللي كان عمليا عام اليومي لأصبح ملياردير من الأموال التي تأتي من الجمعيات هناك بعض الجمعيات من عام اليومي إلى ملياردير ناس تحكم مليارات فات مليار فاتتك الفرصة يسمي عادع كون الوضع في ليبيا ينفجر الآن وخلي لعلي جونيش لبي لعلم بشي تجينا يعانيات جديدة منها هناك سرقات وحالات من التحيل وأموال طائلة أخر مشكلة هذه فقط شو المال عن راجع قانون الجمعية نحن سنراجع بالضرورة سنطالب بمراجعة قانون الجمعيات لكن من أذنب من مارس الجريمة في حق الشعب التونسي ومن اشتغل على أجندات لابد من محاسبتي حط حد للنزيف جمعية جيها زوز مليارات موليزم قبل ما تدخل الفلوس الدولة تكون تعرف زوز مليارات وين ماشي هذا هو هذه الرسالة هذه الرسالة للموجهة للطرف الطرف اللي قاعد يراقب في حركة الأموال في البنك المركزي ما هو سيد أحمد والبنك المركز اللي تعلم البنك المركز نحن الناس كلها لا يمت نازل على البنك سنترال واللجنة التحاليل متفاهمين اما الفلوس ستدخل البنك المركز التحويل تمر عن طريق البنك المركز للبنك في تونس وقت البنك اللي دخل جاتك منها حاجة مشبوى هي اللي تعلم من المركز نقولك منظومة كاملة كنت تشتغل رأوك ما نحن بصدد فعله الآن هي هدم منظومة قديمة تقودها شبكة مافيات في كل المجالات ما زالوا موجودين هم هؤلاء جيوب الردة الآن اللي يسعوا ما استطاعوا لأنهم يرجعوا بالتاريخ بالتاريخ إلى الوراء وعسالهم رأوه عمال سيكونوا يكونوا شريسين من هنا إلى الانتخابات القادمة رأوه سيقودون عمليات تشوي وعمليات ترذيل وعمليات تشكيك وأنا أدعو الشعب التونسي وبصريح العبارة إنجاح الانتخابات بتاع 24 ديسمبر هو نجاح لثورة أبناء الشعب من أجل تحقيق كامل أهدافهم وخصوصا حقهم في القرار وحقهم في الثروب كيفاش؟ خايف من نسبة الإقبال في الانتخابات على العموم على العموم الإحصائيات تعطي هكذا نحن نقول نقولها ما زلنا نعيش ثورة لكن من النوع الدائم ثورة دائمة إلى حد أن نحقق كامل أهداف أبناء الشعب التونسي الثورات عادة ما تقوم بها بالإحصائيات من 10 إلى 15% من جموع المواطنين ما دمنا في هذا الإطار فتأكدوا أن العمق عمق شعبي العمق عمق شعبي والقوة الوحيدة التي يستمد منها الأستاذ الرئيس مشريعيته هو علاقته بأبناء الشعب مع مشروع الرئيس ليست له أحزاب تدعمه وليست له جمعيات تدعمه من يدعم الخيارات العامة وهو من يترجم مشاعرات الشعب التونسي هم أبناء الأحياء هم أبناء المحليات الآن ومنهم يستمدوا قوتها في القسرين مؤخرا من الأسبوع اللي فاتت تم القبض على مجموعة كانت تنشط لإحباط الانتخابات المحلية وفيها أطراف حزبية وفيها الناس إطارات في الإدارة تونسية هذا بشهادة هذا ما بين المؤشرات هذا ما بين المؤشرات هذا هذي تعتبر مؤشرات بيصير هذي ما بين المؤشرات هذي اللي شرقوا بيها ما نأكد لك نأكد لك خالتوقت لك ندور يسر في الشوارع ندور في الأحياء وندور فيها من شمالها الجنوب تجتمع هالقوى هذي في داخل المقاهي دانيال مو في جريس نمتعد نلقى كل ملاهة كيف يشقولوا فها قادة النهضة في البلاد مجتمعين في قهوة ملاهة اجتماع ما لناشو ما حقهم أن يجتمعوا أمام الملأ وحقهم في الاختلاف أيضا حقهم في الاختلاف على أن يكون اختلافا بناء ما هو مش من أجل أنهم يمرحوا أملا في أنهم يدخلوا البلاد في فوضى شوفي لكن أكثر من هكرة ومشكل المجموعات اللي هي وقعة كل قادة حركة النهضة في جريسة معناها حركة النهضة هي ورا محاولة احباط المحلية القادمة مشكلة حركة النهضة كل من هو ضد القانون الانتخابي ليتيكي غريبا أن هناك أناس في داخل البرلمان الآن هم ضد القانون الانتخابي هناك مجموعات انتشكلت úsica ضد القانون الانتخابي بما معنا هضوم الناس هضوم الناس الذين عندهم أمل علىسبب أنهم سيتحول إلى أغلبية داخل م stata البرلمان أملاً في أنهم يقدموا مشاريع لقوانين انتخابي جديد ويقولها مثلاً 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 أحزاب سي سي موجودة في البرنامج لكنها لن تشارك في الانتخابات حركة الشعب مثلاً هو العنوان ونقول لك نحن أعطينا الحق أعطينا الحق لي أعطينا الحق اللي يحب يشارك اللي يحب ليشاركش لكن عندهم واحد هو كم يعتبر من المفكرين شوفوه لأيمات هذي دور من بلاتول بلاتول في شنو يردد سلم لبيض بالتحديد ماذا يردد من العنوان هم ضد القانون الانتخابي واحد المعتمد هم ضد الشركات الأهلية سيد مرامد مش في البرنامج حالياً لا مش شوفوه هم أحد مفكرين داخل حركة الشعب هي ما قاعد يحكي برايضة يحكي نظيفنا جماعة لا 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 يحكي نحن ما قلناش هو ضد القانون الانتخابي سهل الحكاية ومش كان هو ثم حزاب أخرى ضد القانون الانتخابي هذا من حقهم هذا من حقهم أنهم حق الاختلاف ممكن وبارد نحن فيه فضاء ديمقراطي طبعاً لكن من نوع الديمقراطي الحقيقي وليس الديمقراطي الوهمي والفوقي من حقهم حق الاختلاف ولا هم الحق في التعبير كما يريدون لكن الانديساس ومحاولة خلق منها خلق الفوضى في البلاد هذا ما يجب مقاومته لأنا نقولها كريمه التغييره لا بد أن يعتمد الشرعية في المراحل القادم شو صاير اليوم في مرلمين سيدا حبد هل تعتبر كان خطأ أنه صارت انتخابات على الأفراد لا بالعكس بالمر اللي صار هيدا ديمقراطية هيدا طبعاً هكي هي ديمقراطية وهكي أعطيت خليم اللي ترشحت ومنجحتش ولا يعطيت الدليل كانوا انتخابات مزورة انتخابات حقيقية وعادلة بطريقة معينة يعني أنه البرلمينو يعكسوا ما هو وقع التوانسا فيه كمجموعة من التوجهات والخيارات حاجة بركة اللي لا بد من تفاديها ولا بد من التصدي إليها أيضا هي محاولة ترذيل وتشويه المترشحين شو يقولوا هل المجموعة المثقفين بين الظفرين اللي يدوروا على البلاتوات آه البرلمين خرجنا ناس جهال آه البرلمين خرجنا ناس ماهيش مثقف ولا ماهيش قارية من هم على قل هالناس بين الظفرين اللي هما في تقدير الآخرين كونهم جهال وبهم وعليهم على قل ما كانوش مساهمين مباشرة في بيع البلاد لأن شريحة المثقفين اللي قادت المرحلة في العشريات الأخيرة هذه ناس مذرسها بالبيع هذه ناس مذرسها ببيع الضمم بعيدة على البرلمين المنحل والمؤامرات وما نش نقصد فيها حتى ترفها اليوم في القبة البرلمين الحالي ولكن فما ناس تحسها مؤترة فما ناس تحسها فيهم العمل للبرلمين والسياسي وفما ناس ما زالت مش فيهم الإطار ولي قلقش اللي مفاهم مش طييفهم لي مفاهم مش طييفهم مهوضكم ولاد شعبنا مهوضكم ولاد شعبنا وهو خيارات شعبنا هما هوضهم لاحطهم حتى حد لاحطهم حزب سياسي ولاحطتهم أجندات خارجية ولاحطهم مال فست الشعب في محطة من محطاته اختار الناس هذوك الشعب وايضا له آلية إمكانية صحب الثق واني قلتها منذ مدة قلت ياولاد شعب يا دوائر انتخابية طيب اجبدوا اجبدوا للناس المشاريع اللي وعدوا بها أثناء حاملاتهم الانتخابية طيب اش تلقوا شكون وعادكم كانوا بش يحلي لكم مال وناس وشكونوا وعادكم بش يجيب لكم الترانة واللي وعادكم تعالوا حاسبوهنا دو قلوا ايجي جاي عندك زوز احتمالات يا صاحب اسكي انت تجهل وظيفتك التشريعية ولا كنت تتحيل علينا على خاطر نحن ومين يريده فعلا هي المحاسبة الحقيقية للناخبين من ان يحاسب الناخبين فعلا من يمثلهم داخل مغرف القرارة من الممكن هذه مهام شعب الاليات موجودة ومتوفرة القانون تسمح بذلك على المهم على ان تكون المحاسبة شعبية والكلم هذي نقول فيه ليش لنبتعد اكثر ما يمكن على ان يصبح صراعنا حول مشاريع وحول برامج حول ما ينفع البلاد حول ما يسهم فعلا في حل المشاكل الحقيقية للناس نبعد على منطق البيع والشراب بيع الضمام الصراعات الإيدولوجية كيف يشكلوا فيها القديمة لنتحاول لنتداول حول كيفية ادارة شأننا العام والتاريخ يشهد حركة والتاريخ يتطور وانا متأكد كون البرلمانين مش كما نهارك يدخلوا كما الان نحس هناك حالة من النوضش هناك من الحوارات لا عادش نشوفوا باب زلمات كيف يش يقولوا فهات الطيش لا عادش نشوفوا العيات والزياد لا عادش نشوفوا الابواق في داخل البرلمان هذو ما ديجا خطوات متقدمة اما فيما اتهامات متبادلة فما رئيس مارس برلمان قاعد طبعا هذا هو ادارة الاختلاف هذه هي ادارة الاختلاف وهو دليل قاطع على كونه ما فعله التوانسة هو عملية ديمقراطية حقيقية جاية الوان مختلفة وجاية مواطنين عاديين دخلوا البرلمان الان منها يتداولون حول مسائلهم وانا متأكد كونه الفيتاسي سيرادوبل يوما يكتمل يكتمل تشكل الغرفة الثانية وتبدأ المبادرات التشريعية تأتي من الاطراف منها من رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة وملكتل في داخل البرلمان خلي الناس تداول خلي الناس تسارع خلي الشعب التونسي يراقب من هو مصطف ومن هو دافع في ثورة تشريعية حقيقة من صالحه او اللي يجي يبيع فطرح ولا مندس ولي يلعب بأجندات وأحذر وأقولها بصريح العبارة انا ندور في داخل المحليات وهناك الان من يشتغل بأجندات ومنه بداية حتى يوزع في المال وخصوصا بعد الدور الثاني ستظهر يوزع في المال ويشري في الذمان كل المترشحين انا نحيي اكثر من ستة الاف مواطن مترشح في داخل كل العمادات بدون لون ايديولوجي او بدون لون حزبي فيهم الاختلاف فقط اطلبوا من هؤلاء ان تدارى مداولات وسراعات فيما بينهم سراعات حضارية ونقاش حول برامج حقيقية في عملية توليفها من اجل بناء البرنامج التنموي والبرنامج الاقتصادي اللي به هو اولا نضغط على غرفة التشريع من اجل تغيير الترسانة التشريعية ومن اجل بناء المهية الاقتصادية والمهية التنموية لتونس اللي فعلا تقدر مناها تخلق الثروة ولعلهم لزنديس حتى من غير تكتمل بناء عملية المنظومة نرى تونس ستحسن نرى تونس الامنة نرى تونس اللي معاتش معاملة على الخارج باش تبني ذاتها نرى تونس اللي فيها الزيارات الفوجئية والرقابة وهل سيد احمد صلى تحوير وزاري انا في تقديري لا بد ان يكون هناك تحوير وزاري على قاعدتي وهذا يرى موقف شخصي اتكلم باسم محمد شافتر على ان تكون هناك مقاربة جديدة للوظيفة التنفيذية تجتمع فيها الوزارات من ذات التخصص او من التخصص المتشابه انا ارى تونس باثناش قطب قطب يمس الاقتصاد والتنمية والتخطيط قطب اخر يمس الثقافة والتربية ارى اقتابا من اجل مزيد التحكم لشارج اكسبواتيسيون في داخل الدولة ومن اجل تقريب الخدمات للمواطن للمواطن بكل انواعه المستثمر منه والموظف منه ولا المعطل منهم لابد ان تقرب الخدمات ويقع تسليلها لكن لابد من مقاربة جديدة للوظيفة التنفيذية اللي نقولها في تقديري لابد ان تكون في حدود عشرة الى افناش قطب وفق الاختصاصات هذا موقف شخصي في انتظار هالاختصاب المعلومة نعرف عندك معلومة انا في تقديري بعد 24 بعد ان يكتمل بناء الوظيفة التشريعية ارى ضروريا ان يدخل رئيس الوظيفة التنفيذية تقديرات خاصة هذا الموقف لا يلزمه احدا هذا التقدير ونحن يبدأ الغرفة الثانية تشتغل وتتخلق الميكانيزمات ونحن نبدو نشوفه في انتاج وخصوصا نبدو نشوفه اللحظة في الثورة التشريعية في الثورة التشريعية تغيير القوانين بما يتماهى ومصالح ابناء الشعب ايضا لابد ان ارى المنويل التنموية وهنا هنا سيكون الحديث في اي بدائل تنموية حقيقية تقدر قلق الثروة تونس واقولها ستصير جنة يوما ما الشعب التونسي الشعب التونسي الشعب التونسي يقود مرحلة التحرر وايضا تحية لشعب مبدع وشعب عظيم اسمه الشعب الفلسطيني الذي يقود مرحلة التحرر نهضة الشعوب وليهو بشيوصل حقا كبرى وهو من سيدفن المنظومة العالمية للرأس مال المتوحش وشكرا شكرا سيد احمد شكرا لكم على حسن